قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ الرابع عشر من أكتوبر الجاري وعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج حمدوك التقى أمس في العاصمة الفرنسية باريس بعبدالواحد محمد النور زعيم أحد أبرز الحركات المسلحة في دارفور وهو يصر على موقفه الرافض بالانخراط في العملية السياسية ويرفض المجلس السيادي والتقى حمدوك كما قال بصفة شخصية فهل ينجح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو في جلبي محمد النور إلى طاولة المفاوضات وإحلال السلام في السودان الجديد؟ تغزو صور اللقاء في مقر الخارجية الفرنسية من شورات السودانيين في الفضاء الافتراضي مدفوعة بالتفاؤل في أن ينجح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتليين مواقف آخر المعتردين المحسوبين على الثورة عبدالواحد محمد نور للانضمام إلى ركب المفاوضات مع الحركات المسلحة سيد رئيس الوزراء السوداني فهل نجح حقا في مهمته؟ تحورنا بشكل عميق وجاد وطر أتاح اللغاء الفرصة لمعالجة ومناقشة قضايا الأزمة السودانية التغط الرؤى في مسائل كثيرة جدا نبرة حمدوك الإيجابية في حواره مع الحرة قد لا تعكس بدقة أجواء اللقاء مع نور زعيم حركة جيش تحرير السودان والذي يحل للسودانيين أن يلقبوه بالسيد لا لكثرة اعتراضه على تطورات الأحداث في الآوينة الأخيرة فاللقاء خرج باتفاق يتيم على مواصلة الحوار اتفاق أكده نور في تصريحات صحفية وبيان رسمي متحدثا عن تحقيق بعض التقدم لجهة تقريب المواقف إلا أنه حريص في الوقت نفسه على استبعاد أي انضمام وشيك لحركته إلى مفاوضات السلام فأعلن أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية ولا ما تمخض عنها من مؤسسات الحكم ونفى أن يكون التغيير قد تحقق فعلا في السودان حيث لا تتوافر الشروط الأمنية لعودته وفق تعبيره تصريحات يبدو أنها تؤجج الغضب في أوساط الثور فقد شنت صحيفة الراكوبة المقربة منهم هجوما حادا على نور بوصفه الخارج الوحيد على الإجماع الوطني الذي أتت به الثورة ما جعل مواقفه تتوائم وفق المقال مع مواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا وحلفائه المتضررين وحذرته من مغبة الوقوف في وجه الثورة ورغم التصريحات النارية يستشف من كلمات حمدوكل الحرة أنه يعول ربما على ضغط فرنسي يدفع بنور المقيم هناك إلى أحطان التفاوض فرنسا يمكن أن تلعب دور كبير جدا ورائد في أولوياتنا خاصة أوليات الفترة الانتغالية ويأتي على رأسها موضوع السلام ولا يبدو ملف السلام المثار الوحيد للاهتمام الفرنسي بالسودان الجديد فالتعاهدات التي قدمها الرئيس الفرنسي خلال استقباله حمدوك لم تقتصر على تنظيم اللقاء مع نور وإنما تعدتها إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين والالتزام بإعادة جدولة ديون السودان فور رفع اسمه من قوائم الإرهاب الأمريكية فضلا عن تعاهدات بمساعدات عاجلة بقيمة 60 مليون يورو لدعم العمليات الانتقالية فما السر الكامن وراء هذا الاهتمام المفاجئ؟ وما الهدف الذي تصم فرنسا إلى تحقيقه؟ قبل دخولي في الحوار دعونا نتعرف على أزمة إقليم دارفور بدأ الصراع المسلح في الإقليم عام 2003 عندما بدأ متمردون ضد نظام البشير الحرب ضد القوات الموجودة هناك بسبب ما قالوا إنه التهميش والفقرة عبدالواحد محمد النور هو محام سوداني ينحدر من قبيلة الفور أسس حركة تحرير السودان في 2002 وهو رفض كل اتفاقية السلام مع نظام الإنقاذ ويعيش في باريس منذ عام 2006 حركته حركة تحرير السودان وحدة من أهم الحركات المسلحة في دارفور وتعرف نفسها على أنها حركة قومية وتعتبر أن النظام الفيدرالي هو الأمثل لحكم السودان في ظل تعدل الثقافات والأعراق وحتى تعدل الأديان حكومة الإنقاذ بقيادة المعزول عمر البشير عملت على تحويل الصراع في دارفور إلى صراع عرقي بين العرب والأفارقة وهنا تجذر الإشارة إلى تهم الإبادة الجماعية الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية لعمر البشير وبعض من أركان نظامه على خلفية صراع دارفور الذي خلف حرب دارفور التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ كوارث القرن العشرين خلفت أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل ونزوح ما لا يقل عن مليونين ونصف المليون سوداني لا يزالون حتى الآن في مخيمات النزوح للتعليق من باريس عبد الحليم عثمان القيادي في حركة تحرير السودان وخطار أبو ذياب أستاذ العلاقات الدولية أهلا بكم وضيفي الكريمين أبدأ معك سيد عبد الحليم أنت كنت حاضرا للقاء الذي جمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور رئيس حركة تحرير السودان ما الذي جرى في هذا اللقاء؟ شكرا على استضافتكم لي وأنا شاكر في وجودي هنا في الحقيقة الاجتماع دار كان من المتوقع أنه يكون الاجتماع قصير بطلب مسبق من الدكتور حمدوك وقررنا أن ندخل في اجتماع مع حمدوك ليس فقط لأنه رئيس وزراء الحكومة المكونة من المحاصصة السنائية وإنما من إطار التواصل مع كل المكونات السودانية لشرح والنقاش حول المشكلة السودانية المتأزمة تاريخيا والبحث حول الحلول الموضوعية والجزرية نحو المستقبل القادم في السودان دار الحوار بشكل مصطفيد استمعنا إليه ويستمع إلينا وكان جل الحوار حول ما هي الأسباق اللي أدى إلى أن تكون هناك أزمة في السودان وما هي المداخل المناسبة لحل ومناقشة يعني قبل أن ندخل في هذه النقاط أكثر لتعمق عبد الحليم كيف رتبت فرنسا هذا اللقاء ما بين رئيس الوزراء السوداني وعبد الواحد محمد النور أولا نحن لا يوجد هناك مشكلة بيننا وبين حمدوك حمدوك شخصية سودانية معطبرة مثله ومثل الوطنيين السودانيين المشهد الآن في السودان نحن شركاء أصليين وصنا أصيلين لم يكن هذا سؤالي سيدي سؤالي كيف رتبت فرنسا اللقاء هذا المشهد إلى سنائية مخلة أدى إلى تكوين اللقاء لم يكن هناك ترتيبات معقدة وإنما نحن وافقنا أن نلاقي الدكتور حمدوك وقررنا ذلك ليس لأنه وزير مرة أخرى هل اتصل بكم الجانب الفرنسي المسؤول هل فرنسا هنا تقوم بوساطة لملف السلام في السودان مرة أخرى كيف رتبت فرنسا هذا اللقاء لأن رئيس الفرنسي مانويل ماكرو أتى على ذكر عبد الواحد محمد النور في المؤتمر الصحفي بالأمس كيف رتبت هذا اللقاء هذا اللقاء تم لقاء سودانيا وتم في وزارة الخارجية الفرنسية وتم الترتيب له بعملية المسألة بتاعته اللقاء ولا يعني هذا أنه هناك تدخل فرنسي وإنما نحن من وافقنا أن نلاقي الدكتور حمدوك من طلبه؟ هل مكتب حمدوك هو الذي طلبه من اللقاء عبد الواحد محمد النور أم الفرنسيين هم الذين طلبوا من عبد الواحد أن يلتقي بحمدوك؟ نعم حمدوك نعم الدكتور حمدوك هو الذي طلب اللقاء ونحن من جالبنا درسنا على الموقف شكرا على التوضيح وقررنا أن نلاقيه مثله ومسل أي سودان وتمت المقابلة في الخارجية الفرنسية دكتور خطار فرنسا مهتمة بالسودان بعد عز الرئيس البشير تحياتي لك ولفريق العمل في قناتكم الموقرة للمحاور الكريم ولكل من يتابعنا ويشاهدنا خاصة من السودان أهلا بك بالطبع فرنسا مهتمة واهتمامها قديم بالسودان السودان مجاور للساحل الإفريقي السودان في قلب القرن الإفريقي هناك انتشار لفرنسا منتشاد إلى وسط إفريقيا وأيضا إلى مناطق أخرى هناك إذن أهمية السودان الاستراتيجية وهناك عملية هذا التحول نحو حكم مدني في السودان كما الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا والدول الأوروبية باركت خطوات الاتحاد الإفريقي المواكبة لهذا التحول ولذلك فرنسا كان يهمها مساعدة السودان على إنجاز هذا التحول بكل ما لديها من إمكانيات بما فيها ترتيب أو تسهيل لقاءات من أجل إحلال السلام في داخل السودان وفي هذا الإطار هل يمكن أن نرى باريس لأن ماكرو كان واضح أن فرنسا ستقف وراء حكومة حمدوكا الانتقالية حتى تصل إلى مبتغاها وتنظيم انتخابات في البلاد والاتجاه في العملية الديمقراطية نعرف فرنسا من الدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن كيف يمكن أن يؤثر موقف فرنسا الداعم للسودان في هذه المرحلة على كثير من القضايا الصعبة التي تنتظر الحكومة الانتقالية بالطبع الحكومة الانتقالية أمامها سلسلة مشاكل ليس فقط في موضوع إحلال السلام في الداخل وهذه أولوية في الحوار مع الحركات المسلحة لذلك من المعروف أن هناك علاقات ما بين السودان والدول العربية في الخليج ودول ساهمت في الماضي في المصالحات حول دارفور لكن فرنسا الآن تحاول أعطاء هذا الغطاء من ناحية أخرى الناحية المهمة دعم الرأي القائل بوجوب رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول المؤيدة أو الداعم للإرهاب ووعد الرئيس ماكرون أيضا بالسعي لدى الولايات المتحدة من أجل إنجاز ذلك لأن هذا السعي مرتبط بمؤتمر دولي لمساعدة السودان السودان بلد كما قال الرئيس الوزراء حمدوك عند استلامه رئاسة الحكومة الانتقالية بحاجة على الأقل إلى 3 مليارات دولار حتى لا يسقط في العوز حتى لا تحصل أزمة كبيرة غذائية وأزمة اقتصادية حتى الآن ما وصل للسودان قليل وقليل جدا فرنسا بالذات منحت 60 مليون يورو ولكن هذا مبلغ محدود ومتواضع جدا فرنسا ستحاول كما حاولت في الماضي على أيام البشير والطرابي إعادة جدولة الديون السودانية ترتيب أوضاع السودان من هذه الناحية هذه المواكبة مهمة وهي أيضا لن تكون باسم فرنسا فقط بل أيضا تحت راية الاتحاد الأوروبي طيب عبد الحليم ما الذي قلتموه للسيد عبد الله حمدوك مباشرة لأن عبد الواحد محمد النور يرفض المجلس السيادي يرفض الاتفاق السياسي يرفض الوثيقة الدستورية ويصرح في أكثر من مناسبة أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كذلك انقضوا فقط على ثورة الشعب السوداني وأن شيئا لم يتغير ما الذي قلتوه لحمدوك بالأمس في بادي الأمن ليس عبد الواحد لوحده وإنما حركة جيش تحد السودان وغالبية الشعب السوداني يرفضون هذا المجلس العسكري وهذا الحكومة الشبهي ما تبقى من النظام كل الشعب السوداني يرفض هذا الوضعية الشعب السوداني خرج لتغيير هذا النظام وتغيير جزور النظام القديم نحن لم تكن هناك محاور للنقاش وإنما كان النقاش مفتوحا شرحنا من جانبنا مشروع حركة جيش تحد السودان والمشروع السوداني الذي يسعى إلى تغيير الدولة القديمة المخلة المكونة على أساس غير مرتب نحن نسعى إلى تكوين دولة سودانية يسعى جميع الشعب السودانية وكل مكوناتها يجب أن يكونوا مكونين أساسيين دعني أسأل السؤال بصورة أخرى حمدوك قال أن يوم 14 أكتوبر سيكون موعد انطلاق المفاوضات مع الحركات المسلحة تابعنا الجبهة الثورية من مصر من العين السخنة كذلك رحبت بمسألة الدخول في مفاوضات وحوار مع الحكومة السودانية بخصوص السلام ما هو موقفكم من عملية السلام من التفاوض مع حكومة حمدوك الأزمة السودانية ليست المدخل في إطار إحلال السلام السلام هو حل لما أنتجته الإبادة الجماعية نحن ظلنا نقاتل النظام منذ عقدين وكان الهدف الأساسي هو تغيير البنية السودانية القديمة ما يحدث الآن هو عبارة عن محاصصات وتقديم غربان من الثنائية أرجوك سيد عبد الحليب لأنه ليس لدي زمن للشرح لن نشارك هذه المفاوضات بالضبط نقطة موقفكم من المفاوضات لن تشاركوا في المفاوضات ماذا قلت للسيد حمدوك؟ لأن حمدوك قال إن اللقاء كان إيجابي لن نشارك هذه المفاوضات نحن نسعى إلى تكوين اللقاء إيجابي طرحنا الموقف من جانب الحركة والموقف الأساسي والبحث عن المدخل الأساسي لشرح القضية السودانية إن لم تكن المفاوضات فماذا إذن؟ القضية السودانية هو مخاطبة جزر الأزمة السودانية نعرف ذلك سيد إن هذا موقف حركة تحرير السودان إن لم تكن المفاوضات فماذا إذن؟ نحن من نفاوض نحن من صنعنا هذا المشهد مع جميع مكونات الشعب السوداني الهدف الأساسي هو تكوين دولة سودانية يسعى الجميع نحن نسعى إلى تكوين دولة سودانية يسعى الجميع وهذا لا يأتي عبر المفاوضات وعبر المحاصصات وعبر توزيع المناصب والوزارات وتقسيم السلطة التشريعية نحن لم نؤسس الدولة السودانية بعد نحن نحس إلى مدخل تأسيس أرجوك أن تسمح لي بمحاورتك هل تطالبون بإسقاط حكومة حمدوك بإسقاط المجلس السيادي بإعادة تشكيل الحكومة بإعادة تشكيل المجلس السيادي يعني ما هي مطالبكم السياسية لذهاب قدما لا يوجد لدينا مطالب بل نحن من نصنع هذا المشهد المشهد يجب أن يتم كالآتي يجب أن نأتي كلنا كسودانيين في مكوناتنا المختلفة في السودان لنضع برنامج للحكومة الانتقالية وليس عبر الثنائية الذي تم بين القحط والمجلس العسكري طيب أنا أكتفي بهذا القدر عبد الحليم شكرا جزيلا لتكوين الحكومة ونضع برنامج الحكومة الانتقالية شكرا جزيلا لك أرجوك أنا أسئلتي كانت واضحة هل تطالبون بإسقاط الحكومة وإسقاط المجلس العسكري ولم أتلقى إجابة على ذلك خطار يعني في ذات الإطار وبناء على ما يقول السيد عبد الحليم أنه يعني في ظل هذه التعقيدات للحركات المسلحة السودانية وعلى رأسها حركة عبد الواحد محمد النور كيف يمكن أن تكون فرنسا بالفعل قاطرة للسلام في السودان أعتقد أن فرنسا كما الولايات المتحدة ودول أخرى معنية بالموضوع تهتم بترتيب الوضع لا نتصور أن ذلك سيحصل بين ليلة وضخاها مثلا مصر تطرح الآن فكرة عقد مؤتمر من أجل السلام في السودان يجمع الدول الإقليمية مع الحكومة السودانية والحركات المسلحة إذن هناك عدة أفكار بهذا الخصوص أعتقد فرنسا ستشارك بها ستضغط بهذا الاتجاه ستحاول إقناع الجميع بأنه يتوجب الانطلاق من أي شيء كنت أستمع إلى أستاذ عبد الحليم جيد جدا أن ننتقد وأن نعتبر أن ذلك لا يلائم تماما أفكارنا دوما في الثورات هناك من يريد الحصة الأقصى والحصة الأكبر أو يتصور أنه يتوجب تحطيم كل شيء من أجل بدء من جديد في أحوال بلد من السودان هذه التسوية التي حصلت أعتقد هي تسوية مثالية لتوجه نحو الحكم المدني وحل مشاكل السودان وإعادة ترتيب أوضاع السودان والحركات المسلحة وأعطاء الحقوق لن يتم ذلك بسرعة كبيرة لكن يتوجب كما قلت الانطلاق من مكان ما فرنسا بالطبع وكما قلت ضمن موقعها في الاتحال الأوروبي ستسعى في هذا الاتجاه لدعم مصار الانتقال ومصار الحوار السوداني السوداني نقطة أخيرة لدينا محكمة الجنايات الدولية التي تطالب بتسليم البشير بسبب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور حركة تحذير السودان بقيارة عبد الواحد محمد النور كذلك تطالب بذات الأمر الجبهة الثورية بالأمس قالت في بيانها إن على السودان أن يوقع على ميثاق روما هل في رأيك ستشترط الدول الأوروبية الدول الكبرى أن يتم تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية ومقابل كذلك مسألة الديون وتعزيز الاقتصاد السوداني والاستثمارات حتى الآن هذه تبقى النقطة الغامضة لا نعلم بالزبط إذا كانت الولايات المتحدة قررت أن تربط ذلك بهذا الموضوع أظن أن الولايات المتحدة هذا اعتقاد هذا تحليل وليس معلومات عندما قامت بالوسطات في الموضوع السوداني ودعمت أثيوبيا ودعمت الانتحاد الإفريقي كانت أيضا تستند إلى إزاحة البشير بأقل قدر من العنف وأظن أن هذه الإزاحة بأقل قدر من العنف لا تريد الولايات المتحدة إحراج الحكم الجديد في السودان أكثر لكن هذا الأمر يتوقف أيضا على الحوار السوداني السوداني وعلى إمكانية عدم الوصول إلى نوع من قطيعة داخل ما بين المجلس السيادي قوى الحرية والتغيير وغيرها يمكن لإبن دارفور يمكن للذين عانوا في السودان من أن يعتبروا أن عدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية هو خطيئة كبرى لكن يجب التعويض عن ذلك بمحاكمة البشير وطنيا وبشكل محكم مسألة توقيع السودان على اتفاقية روما بحد ذاتها يمكن أن تكون ما بعد حل مسألة البشير يمكن أن تكون مفتاحها حل وسط بين هذه الأطراف شكرا جزيلا خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية عبد الحليم عثمان القيادي وفي حركة تحذير السودان شكرا جزيلا لكم